اشتركوا في القناة المركزية بالعاصمة او المتعلقة بالمركز حيث تقوم خلية الاستماع الاجابة عن كل انشغالات الطلبة عن طريق رقم الهاتف يوميا من الساعة الثامنة والنصف صباحا الى غاية الساعة الرابعة مساء او عبر الباردي الالكتروني هذا وتمكنت مصالح الحماية المدنية اليوم الاثنين من اخماد جميع حرائق الغابات المندلعة منذ البارحة الى غاية نهار اليوم حيث تم اخماد 18 حريقا على مستوى 10 ولايات من الوطن حيث تم اخماد كل من حرائق الغطاء النباتية التي نشبت وعددها 18 حريقا من بين 21 حريق بين حرائق ادغال وحرائق احراش على مستوى 10 ولايات من الوطن فيما لا تزال ثلاث حرائق متواصلة من بينها حريق غابة بولاية اسكيدا كما تم اخماد حريق غابة قرية العصالة بلدية الشرانع في حين لا تزال عملية اخماد حريق غابة منطقة ورتان بلدية قنواع متواصلة الى حوالي الطاق سينا نبهت مصالح الارصاد الجوية اليوم الاثين ان العديد من مناطق الوطن ستشهد ارتفاع قيسي في درجات الحرارة وفي تنبيه لذاتها المصلحة من المستوى الاول الى ان الولايات المعنية بموجة الحر الشديدة هي كل من غالمة سكيدا عن نابا والطرف وهذا الى غاية الثالثة بعد الزوال نهاية الموجز مشاهدنا شكرا على حسن الاسخاء والمتابعة في امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة